يعاني سكان المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات بيكاكا وبيا دي المصنفة إرهابيا من انعدام الأمن وتسلط تلك الميليشيات على الأهالي ونهبها خيرات تلك المناطق لتمويل أنشطتها الإرهابية ففي قضاء سنجار بمحافظة لينو العراقية يواجه السكان أوضاعا مأساوية للغاية إذ يسيطر مسلح ميليشيا بيكاكا المصنفة إرهابيا على كل المؤسسات في القضاء وسط غياب كل مظاهر الدولة واستمرار الدعم والتنسيق والتمويل بين ميليشيا الحشد وتنظيم بيكاكا وبيا دي المصنفة إرهابيا وتغاضي بعض الأوساط الحكومية في العراق وفي مناطق سيطرة ميليشيات بي اي دي المصنفة إرهابيا في الشمال السوري تتعدد قصص المعاناة من تجنيد الشباب إجباريا للقتال في صفوف الميليشيات إلى نهب المحاصيل الزراعية المملوكة لسكان هذه المناطق وصولا إلى السيطرة على موارد الثروة النفطية ونهبها لتمويل أنشطة التنظيم المسلحة ضد خصومه ولا سيما تركيا ولقد كان الهجوم الدامي في إسطنبول الأسبوع الماضي دافعا للحكومة التركية للرد على تنظيم بيكاكا المصنفة إرهابيا وفرعه السوري بي اي دي المصنفة إرهابيا عبر عملية عسكرية موسعة ضد مواقع التنظيم في شمال كل من العراق وسوريا العملية العسكرية التركية بدأت قبل أيام بغارات جوية مكثفة طالت مواقع التنظيم في قضاء سنجار وجبال قنديل شمالي العراق كما طالت مواقع أخرى في الشمال السوري مخلفة عشرات القتلى في صفوف مسلحيه وبالنظر إلى واقع ضعف النظامين الحاكمين في كل من سوريا والعراق وعجزهما عن تطهير أراضيهما من وجود مثل هذه التنظيمات المصنفة ضمن المنظمات الإرهابية في العديد من دول العالم فضلا عن تواطئ هذين النظامين مع هذه التنظيمات لتحقيق مصالح سياسية ضيقة فإن تركيا لم تجد بدا من اتخاذ القرار بالدفاع عن أمنها القومي والقضاء على ما يهددها من خطر تلك التنظيمات على الرغم من رفض القوى الدولية لهذه الخطوة سنهاجم كل المناطق التي يتخذ منها الإرهابيون مقرا لهم سواء كان ذلك في تركيا أو خارجها بعبارات حاسمة يعلن الرئيس التركي رجاب طيب أردوغان عزم بلاده على مواصلة العملية العسكرية الجوية في شمال كل من العراق وسوريا ردا على الهجوم الدموي الذي استهدف شارع الاستقلال وسط إسطنبول ملوحا في الوقت ذاته بتوسيع العمليات بهجوم بري في الوقت الذي يتكرر فيه تعرض المدن الحدودية التركية لقصف صاروخي من جانب ميليشيا بيديه الكردية التابعة لتنظيم بيكاكا المصنف على قوائم التنظيمات الإرهابية في تركيا والعديد من دول العالم الرئيس التركي في تصريحاته أكد على سعي أنقارة لحماية وحدة الأراضي السورية والعراقية على عكس تلك التنظيمات التي تتبنى نهجا انفصاليا وتهدد أمن واستقرار كل من العراق وسوريا بحسب تصريحات الرئيس أردوغان ترجمة نانسي قنقر